جميع وجهات الدولة ومؤسساتها المعنية تقوم بواجبها في التحضير الانتخابات مجلس لما 2020 لإظهار العرس الديمقراطي بالشكل الذي يعكس وجه الكويت الحضاري والمتقدم ومن بين هذه الجهات وزارة العدل التي تبدل قصار جهدها بجميع أجهزتها من أجل أداء دورها على الوجه الأكمل دعونا نتابع وإياكم هذا التقرير تعكف وزارة العدل على تكثيف جهودها بشأن الإشراف على آلية تنظيم العملية الانتخابية المقرر عقدها في الخامس من ديسمبر المقبل لانتخابات مجلس الأمة 2020 قمنا مبكرا بوضع خطة وتنسيقا مع وزارة الصحة في رؤى متطلبات التي يجب أن تكون في مقار الاقتراع وهذا كما تشاهدون عملنا ما أمكن من تباعد وتوفير المتطلبات المتمثلة بالحاجز لرئيس اللجنة وكذلك المعاقمات وإلى آخره وغطاء الوجه هذه كلها متطلبات والمعاقمات دخولا أو خروجا أو في الممرات للقفازات وهكذا الحقيقة اللجنة الميدانية من قبل وزارة العدل أعادت كل الترتيبات بإشاء نقاعات اللجان الرئيسي والفرعية في المدارس المخصصة ليوم الاقتراع عند اتهاء التصويت يقوم رئيس اللجنة باللجان الفرعية بإقلاق الصندوق والشم الأحمر بعد انتهاء من الفرز وينتقل مع ثلاثة من مندوبين المرشحين ومندوب الداخلية مندوب المرشحين يتم بخلال رئيس اللجنة قدومهم مع رئيس اللجنة إما بالاقتراع إما عفوا بالاتفاق أو القرآة وهذا هو يعني أحكام النص هكذا ومن ثم تجمع جميع العملية النتائج كلها وبعد ذلك من النجال الفرعية وانتهاء كل شيء تنتقل اللجنة الأصلية بصندوقها فقط إلى اللجنة الرئيسية التي تختص بتجميع جميع النتائج أصليات الدائرة اتماموا العملية الانتخابية وفق تطبيق الاشتراطات الصحية الهدف الأسمى لإنجاح الممارسة الديمقراطية في ظل تدعياتك في التسعة عشر نوف شراكي تلزون دولة الكويت